بالنسبة للكاميرات المراقبة واللي كيف ما جاء في تصريح دي السيد وزير العدل السيد وهبي فهذا المقترح ليس وليد اللحظة وهذا المقترح كان من المظالب التي طالبنا بها من طرف الهيئة الوطنية في فون خضيب خلال في الفترة السابقة للأستاذ وهبي نظراً لأحياناً أننا كنا نتظر صدور أو تعديل قانون المصدر المدنية هذا التعديل اللي ما تمش لمدة ما يصطلع عليه بإصلاح منظومة العدالة من 2011 حتى للمدرس كثمان 12 سنة يعني هنا مجموعة كانت هنا مجموعة دي الدوافعان وفي انتظار إصلاح قانون المصدر المدنية طالبنا بأن المفوض القضائي يعتمد على الكاميرا علاش لضامان لضامان الحقوق دياله يعني هذا المطلب هو دي الهيئة الوطنية المفوضين القضائيين لا لا هذا اقتراح كان من طرف الهيئة الوطنية المفوضين القضائيين خلال الولايات الوزير اللي كانت سابقة وكانت معتمدة احتفل قانون اللي كانت سابقة فيتن تقدمنا بها وما تلبيتش لنا هذه قلقة ربما يكون تعديل ونحن أسررنا لضامان الحقوق ولحماية المفوض القضائي وبالتالي كنا اعتبروا بأن الكاميرات هي صمام الامان سواء بالنسبة وهي الفيصل في حالة وقوع نزاعة سواء بين المفوضين القضائيين أو بين المتقاضيين مثل التبليغة احنا تقدمنا بواحد عندنا واحد تصور اللي هو شامل فيما يخص يعني أننا خلصنا نواكب دائما مجموعة من التغييرات ونواكب الحادثة بما يخص مثل في المجال دي المعلوميات وبالتالي احنا عدنا وجهة نظرنا وتصور دينا لما يعرف بالتبليغ الالكتروني فرغم أنه التبليغ الالكتروني يجب أن يتم بواسطة المفوض القضائي لأنه يبقى هو الجهة الوحيدة والقانونية المخول لها هذه المهمة وهذه ليست معمول بي غير في المغربة ما معمول بي حتى في القانون المقارن يعني هذا الاختصاص رغم وكول مخوض القضائج وحكراً عليه